كيل الحكومة لم يتم تغيير الحكومة لم يتغير رئيس الحكومة كان الكلام كله من 72 ساعة على تغيير وزاري مش تعديل وزاري والكلام كله بناء على الاعتذار الذي تقدم به المهندس شريف اسماعيل إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيه اعفاءه من منصبه نظرا لظروفه الصحية فالكلام من ساعتها انه حيتم تغيير وزاري وان يوم الحد حيتم تسمية شخص اخر ليكون رئيسا للوزراء وكل الحضود وكل التكهنات وكل التوقعات صبت فيه اتجاه مهندس دكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان الذي كان بالفعل يشغل منصب قائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء انا قلت لحضراتكم من بارح كلام واضح ومحدد وصريح قلت لحضراتكم غالبا غالبا بكرة اللي هو النهاردة مش حيتغير رئيس الوزراء مش حيتم تغيير وزاري هيحصل تعديل وزاري بس في وزارات وانا قلت لحضراتكم من اربعة الى ستة وزارات وبالفعل صدق الكلام وتم التغيير في اربع وزارات فقط وتم الابقاء على المهندس شريف اسماعيل وقلت لحضراتكم كمان مبارح السبب اللي من اجله تم الابقاء على رئيس الوزراء شريف اسماعيل رغم حالته الصحية التي ندعو من خالص قلوبنا الله سبحانه وتعالى عز وجل بان يمن عليه بالشفاء والعافية والستر والصحة قلت لحضراتكم السبب الرئيسي حاجتين الحاجة الاولانية اشكالية دستورية اشكالية يعني نقطة كده مادة في الدستور هتجعل من تغيير رئيس الوزراء دلوقتي مشكلة تدخلنا في موال لمدة اسبوعين تلاتة شهر واحنا مش في حمل الكلام ده اللي احنا مقبلين على فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسية يوم السبت اللي جاي عشرين يناير الاشكالية دي المادة اللي في الدستور بتقول انه البرلمان عليه انه يصادق او يوافق على برنامج الحكومة المقدم من رئيس الحكومة مش مقدم من الحكومة مش مقدم من الوزراء مش مقدم من السلطة التنفيذية الكلام كده يبقى عام فسهل لكن بما ان الدستور مكتوب فيه ان البرلمان عليه ان يوافق على برنامج الحكومة المقدم من رئيس الحكومة او من رئيس مجلس الوزراء فبالتالي هنا الموضوع مرتبط بشخص رئيس مجلس الوزراء فلو تغير رئيس مجلس الوزراء النهاردة معنى كده ان البرنامج الحكومة اللي بتوافق عليه كأنه مش موجود وعلى رئيس الوزراء الجديد اللي حيتعين النهاردة انه يعمل برنامج جديد او حتى البرنامج القديم يروح يقدموا تاني والنواب يدرسوا تاني ويبقى فيه موافقة ويبقى فيه تدراسة ويبقى فيه تصويت ويبقى فيه مرفض ويبقى فيه الموال اللي حصل من كم شهر أثناء مصادقة البرلمان على البرنامج وده حيحتاج وقت طويل احنا لسنا في طرف هذا الوقت